خرق البيان الصادر عن 38 دولة من أصل 47 في مجلس حقوق الإنسان في جونيف جمود التحقيق في جريمة مرفأ بيروت واستنادا إلى أوصات قانونية متابعة فإن عدم التزام الحكومة اللبنانية بما طلبه المجلس لقيام تحقيق سريع ومستقل وشفاف سيدفع إلى إعادة البحث بالمسألة في الدورة المقبلة في يونيو المقبل إذا الحكومة تجاوبت مع هذه الدولة نحن نكون نحن وأهل الضحايا وصلنا حقنا أنه رجع تحرك التحقيق اللبناني ماذا وإلا على نفس الدول اللي وقعت ولأطلقت هذا البيان أن تتحمل مسؤوليتها وهي بطبيعة الحال ستتحمل مسؤوليتها لإعادة تقييم الموقف اللبناني ومن ثم التجاوب وهذا ما نطمح إليه وما نأمله التجاوب مع مطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق يعقب هذا التطور الخارجي تطورا سابقا مهما تمثل بإصدار محكمة العدل العليا البريطانية حكما لصالح الضحايا ضد شركة سافارو التي كانت قد اشترت نيترات الأمونيوم ونقلتها إلى لبنان وهو الحكم الأول الذي يصدر في جريمة المرفأ بجهود مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الذي تصدى لمحاولة سافارو تصفية أعمالها للتهرب من المسؤولية في 7000 جريح و240 عائلة ميتين مش كلهم موجودين على الطرقات لأنه فقدوا السئة القضاء منوا عقد المسؤولية هيك ملف مش كلهم أكيد أنا بحكي بس المرتهنين بيؤهروك يعني أنه لو ما سارت هالعرقلات وفي أودات مشوا مع السلطة السياسية نحن ما كنا صرنا هون هنا في لبنان التحقيق معطل في انتظار البت بدعا وتقدم بها أهالي الضحايا ضد مدعي عام التمييز القادي غسان عويدات لتدخلاته في عمل المحقق طارق البطار مطالبين بعودة الأخير إلى عمله وسط جمود التحقيق اللبناني في جريمة مرفأ بيروت خطوات جدية لتحريك تحقيق دولي ولكن النتيجة غير مضمونة إلا بإرادة أصحاب الحق في جريمة كبرى تتداخل إرادات محلية ودولية لطي ملفها كلوديا بحنى قناة الغد بيروت